تغير دراماتيكي في سير المعارك جنوب طرابلس اليوم الإربعاء فبعد معارك كر وفر في مطار طرابلس العالمي وتركيز شديد من قوات الجيش الليبي للسيطرة على المطار اللواء ساما جويلي قائد المنطقة العسكرية الغربية يغير دفة المعركة ويعطي تعليماته للسيطرة على منطقتين قواسم وبوشيبة وما هي إلا ساعات حتى سيطرت قوات المنطقة العسكرية الغربية على القواسم وبوشيبة بل ونقلت المعارك داخل مدينة غيريان التي يتوقع أن تتحرر من عصابات حفتر في الساعات القادمة مفاجأة عسكرية كبيرة أربكت عصابات حفتر وجعلتهم في حيرة من أمرهم خاصة مع توارد الأنباء عن هروب رئيس غرفة عمليات ميليشيات حفتر عبسلام الحاسي والخبراء الفرنسيين المرافقين له هذه التغيرات في خارطة السيطرة لها ما بعدها كما يراها مراقبون وستجعل مدينة ترهونة وحيدة محاصرة من كل جانب تدفع أبناءها واحدا تلو الآخر من أجل أن يسيطر مجرم الحرب حفتر وأبنائه على البلاد خاصة وأن تكلفة المعارك في جنوب طرابلس تدفع فيها مدينة ترهونة الفاتورة الأكبر على الجانب السياسي سيكون للسيطرة على غريان دفعة قوية يعطيها الجيش الليبي لحكومة الوفاق في مفاوضاتها مع المجتمع الدولي والضغط على مجرم الحرب حفتر الذي راهن عليه المجتمع الدولي للقضاء على ثورة فبراير لكن كانت الحسابات خاطئة وأثبتت المعارك في جنوب طرابلس أن حفتر ظاهرة صوتية لا يملك غير إعطاء قرار بداية الحرب لكنه لا يملك أن يعطي موعد نهايتها